بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير جمهور النادي الأهلي العظيم أهلا بحضراتكم وهذا للسوديو التحليلي في حدث رياضي مهم جدا النهاردة النادي الأهلي بيشارك قوات الدفاع الجوي في الاحتفال الثلاثة وخمسين يمكن حدث رياضي اجتماعي لدور مهم جدا النادي الأهلي بيقوم به في السنوات الأخيرة السنة الماضية يمكن شارك النادي الأهلي قوات الدفاع الجوي في احتفالية الثلاثة وخمسين والسنة احتفالية الثلاثة وخمسين دور مجتمعي مهم جدا للنادي الأهلي ودور وطني أيضا مهم جدا للنادي الأهلي المشاركة مع كل مؤسسات الدولة في هذا الحدث الرياضي النهاردة مباراة ودية ما بين النادي الأهلي ما بين فرق من قطاع الناشرئين 2003-2005-2006 نقدر نقول فريل أمل الفريل ده اللي ممكن الفترة اللي جاية بإذن الله يعتمد عليه الفريل أول في استكمال باقي المباريات والاعتماد العدد من اللاعبين في الفترة اللي جاية بالإضافة إلى ذلك هتكون هذه المباراة الودية مع قوات الدفاع الجوي وبنسبة احتفالها رقم 53 المباراة تتلعب على استاد الدفاع الجوي إن شاء الله الساعة الخامسة مساء وعلى مدار الساعة اللي قبل انطلاق هذه المباراة إن شاء الله هنكون معكم في تغطية خاصة لهذه المباراة الودية اللي فيها مشاركة لعدد كبير جدا من لعبي قطاع الناشئين في ظل طبعا الفترة الحالية الفريل أول بالتأكيد أجازة بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا وبعد الفوز على الوداد الرياضي المغربي واحتفالات مهمة جدا على مدار هذا الأسبوع بالإضافة إلى انضمام عدد كبير جدا من اللعاب النادي الأهلي سواء للمنتخب الأول اللي بيستعد المباراة والدية أمام جنوب السودان غدا أو حتى المنتخب الأولمبي اللي سافر إلى المغرب بسلامة الله استعدادا لخوض تصفيات إفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس تحت 23 سنة كلنا عارفين الدور الوطني والدور المجتمعي اللي بيقوم بالنادي الأهلي للمشاركة مع كل مؤسسات الدولة في كل الاحتفالات وفي كل المناسبات خلال السنوات الأخيرة ولكن النهاردة دور وطني مهم جدا النادي الأهلي بيشارك قوات الدفاع الجوي في الاحتفالية رقم 53 كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ونجم الأهلي ونجم القرى المصرية النهاردة متواجد وبيشارك قوات الدفاع الجوي في هذه الاحتفالية وفي هذه المناسبة الخاصة جدا بالإضافة إلى ذلك كمان هيكون موجود عشان يتفرج ويتابع فريق الأمل وده يبقى شيء مهم جدا بالنسبة لللاعبين خلال الفترة اللي جاية في ظل المتابعة وبس المباراة على شاشة طاقنات الأهلي كل واحد بالتأكيد الفترة اللي جاية عايز يقدم كل ما لديه عشان يتواجد في فريق النادي الأهلي النهاردة اتوجهت الدعوة للكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي للحضور والمشاركة في احتفالات قوات الدفاع الجوي وهذه المباراة التي تقام بإذن الله على استاد الدفاع الجوي العام الماضي كانت مباراة إيجابية كانت مباراة حلوة كانت فيها مناسبة تاريخية الأهلي شارك وظهر بشكل كويس جدا وأيضا كان فيها مناسبة تاريخية أنك تكون متواجد مع قوات الدفاع الجوي وكل مؤسسات الدولة في هذه المناسبة الوطنية العظيمة النهاردة كمان النادي الأهلي بيشارك ويمكن حجم المتابعة والمشاهدة المرادة هيبقى أكتر بكتير من السنوات اللي فاتت في ظل أن الأهل بطل إفريقيا. والكل عنده شغف كده أنه هو يتابع ويتفرج على لعبة النادي الأهلي وعلى أداء فريق النادي الأهلي. النهاردة فرصة عظيمة جدا. نحن نتفرج على مجموعة من الشباب الصاعدين الواعدين خلال الفترة اللي جاية عشان نطمئن على مستوى الأمل وفريق الأمل خلال الفترة اللي جاية. اللي ممكن يقدموه مع فريق الدرجة الأولى في الفترة اللي جاية. النهاردة كمان هذا الفريق هيقوده الكابتن محمد شرف. المدير الفني لفريق الألفين وثلاثة. عامل كده مجموعة من لعبي قطاع الناشئين عشان نقدر نشوف النهاردة مجموعة جيدة. السنة اللي فاتت لما تفرجنا. فاكرين زياد طارق فاكرين محمد أشرف ظهروا من خلال هذه المباراة الودية اللي كانت ما بين الأهلي وقوات الدفاع الجو النهاردة كمان ممكن نشوف مجموعة من اللاعبين الصاعدين اللي بالتأكيد لما ينزلوا ويشاركوا في هذه المباراة في وجود الكابتن محمود الخطيب أكيد هيبقى شيء إيجابي جدا عشان يطلعوا أفضل ما لديهم. الجانب الآخر وده جانب مهم جدا النهاردة النادي الأهلي لما يكون موجود مع المؤسسة العسكرية في هذا الحدث الرياضي المهم ده اندل على شيء بيدل على دور النادي الأهلي. النادي الأهلي مش دوره رياضي فقط. لا ولكن الدور الرياضي ده مهم جدا أنك تلعب بيه كمان في المجتمع بتشارك في أمور مجتمعية مهمة جدا في الفترات الأخيرة وكمان بتشارك في دور مؤسسي مهم جدا مع مؤسسات الدولة وأحد أهم مؤسسات الدولة المؤسسة العسكرية انك تتواجد النهاردة وانك تشارك ده دور النادي الأهلي لأنه قلنا مئة مرة قبل كده جماعة الدور مبقاش دور رياضي فقط. الدور مجتمعي الدور وطني الدور اللي انت تكون موجود مع كل مؤسسات الدولة في كل المناسبات في الفترات الأخيرة والدور كمان انك مش بتشارك بس على المستوى الرياضي من خلال جميع الفرق الرياضية. لا كمان على المستوى الرسمي وعلى مستوى المسؤولين حضور الندوات التسقفية حضور المؤسسات أو حضور الندوات الاجتماعية اللي ممكن بتتم في الفترات الأخيرة. ولما بيكون في حدث رياضي مهم زي ده لازم تشارك من خلال الفرق الرياضية سواء على مستوى قرة القدم أو حتى على مستوى الألعاب الأخرى. سواء السلة أنها تتواجد في هذا الحدث الرياضي وإحنا بالتأكيد بما أننا بنحتفل به حدث مهم جدا بالنسبة للمؤسسة العسكرية بيبقى شرف ما بعضه شرف التواجد في هذا الحدث الكبير جدا والاحتفال ب53 سنة لقوات الدفاع الجوي عموما في تفاصيل كتيرة والنهاردة المباراة بالتأكيد تحظى باهتمام ومتابعة كبيرة جدا ويكون معنا كمان شبكة مراسلين من استاد الدفاع الجوي وعشان نعرف كل الأجواء وكل الأخبار المتعلقة بهذه المباراة اللي من قبل مبدأ للسجد التحليلي شايف اهتمام كبير جدا من جماهير النادي الأهلي من خلاص بعد الفوز بدورة أبطال إفريقيا الناس مستنية أي حدث رياضي لفريق الكرة في النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية النهاردة مهم جدا التواجد مع مجموعة صفوة من لعب قطاع الناشئين عشان نتفرج ونشوف مين اللي هيكون من نجوم الصف الأول خلال الفترة اللي جاية كل ده وأكتر ولكن بعد الفاصل لما ينضم لي اتنين من كبار الضيوف اللي هيكلمه النهاردة في أمور تحليل فنية مهمة جدا هيكون معايا الكابتن محمد حشيش وهيكون معايا كمان دكتور أحمد سابت المحلل الفن عشان نتكلم مع بعض على هذه المباراة الودية سواء قبل المباراة والتشكيل اللي ممكن نشوفه من خلال اختيارات الكابتن محمد شرف وكمان هنتابع هذا الحدث والاحتفالية اللي بتقام اليوم على استاد الدفاع الجوي واحتفال مع قوات الدفاع الجوي وكل ده ولكن بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد وهذا السوريو التحليلي لمباراة الاهلي وقوات الدفاع الجوي في احتفالية رقم 53 لقوات الدفاع الجوي في البداية برحب طبعا باتنين من نجوم التحليل في السوريو التحليلي كابتن محمد حشيش نجم مصر ونجم النادي الاهلي كابتن محمد منور الدنيا اهنا بحمد ازاي الاخبار الحمد لله ماشي الحال الحمد لله ومعي كمان دكتور احمد ثابت المحلل الفني دكتور احمد ازايك الحمد لله تمامك مية مية الحمد لله تحياتي الحضارك وتحياتي كتابت حبيب يا محمد يمكن النهاردة نقدر نقول مباراة ما بين فريل امل في النادي الاهلي مع قوات الدفاع الجوي المباراة بالتأكيد هيديرها فنيا كابتن محمد شرف المدير الفني لفريل نادي الاهلي موليد 2003 وزي ما قلت في بداية الستوديو يمكن عمل توليفة كده ما بين لعبي فريل نادي الاهلي موليد 2003 مع 2005 و2006 والنهاردة هنشوف اسماء واعدة ان شاء الله بإذن الله يكونوا الامل بالنسبة لي مستقبل قطاع الناشئين في النادي الاهلي خلال الفترة اللي جاي المباراة هيديرها تحكميا الكابتن محمد الحنفي مع مساعد أول الكابتن أحمد لطفي والكابتن محمد صلاح مساعد ثاني والحكم الرابع الكابتن سيد عبيد لو نستعرض مع بعض التشكيل الخاص بفريق النادي الاهلي في حراسة المرمة مصطفى مخلوف حارسة مرمة ومصطفى مخلوف موليد 2003 في خطة نفاع معتز محمد موليد 2005 إبراهيم عبدالحكم موليد 2003 عبدالجواد عبدالرحمن موليد 2003 ومحمد وائل موليد 2003 في نص الملعب أحمد خالد قباقة موليد 2005 إسلام عبدالله موليد 2003 وفي الأجوم ميدو أسامة موليد 2004 وميدو نبيل موليد 2004 وأحمد أشرف موليد 2004 وفي الأجوم محمد أحمد زعلوك موليد 2005 دي مجموعة توليفة تم اختيارها من خلال الكابتن محمد شرف عشان تمثل النادي الأهلي النهاردة في هذه المباراة والدهاية لو شايفيني ممكن معظم التشكيلة ما بين 2003 و2005 و2004 عشان يكونوا نواة للمستقبل بالنسبة للفريء الأول خلال الفترة اللي جاي الجهاز الفني اللي هيمثل الأهلي النهاردة في هذه المباراة الكابتن محمد شرف مدير فني الكابتن أحمد عبدالزاهر مدرب عام الكابتن خالد عثمان مدرب حراسة مرمى والكابتن محمد راشد مدير إداري كابتن مهاب هاني مخطط أحمال دكتور علاء مأمون طبيب الفريق كابتن عبدالرحيم سنج مسؤول المهمات والدكتور عبدالحميد حسين أخصائي التأهيل والمدلك طيب كابتن حشيش يعني من خلال متابعتك للتشكيل وقبل ما خص في النواحي الفنية أولا مشاركة الأهلي أولا في هذا الحدث المهم جدا مع قوات الدفاع الجوي في الاحتفالية رقم 53 طبعا شارف لنا أننا موجودين في مثل هذه المناسبات طبعا نادي الأهلي مؤسسة كبيرة دايما بتبقى حريصة على المشاركة في الاحتفالات التي تخص الدولة طبعا ومن أهم الأحداث طبعا حاجة تخص الجيش المصري وأنا من يما كنت في الأجبال وزي الحالة التي نحن فيها هذه الولادة الصغارين الموجودين كنا دايما نادي الأهلي بيشارك في يوم المحارب وده كان حاجة أساسية بالنسبة لنا طبعا وكانت بتبقى فرصة كويسة أو أحمد للولادة الصغارين أن يجي فرصة لأن طبعا بيبقى الفريل أول مرتبط طبعا بمباريات رسمية كتيرة وبيستغلوا أي فترة المفروض أنها يبقى فيها راحة فبيدفعوا طبعا في المباريات دي بالولادة الصغارين أو حتى الناس اللي ما بتلعبش فيه الدرجة الأولى بس طبعا عشان الموضوع خلف دلوقتي أن النادي الأهلي لسه رجع من أفريقيا وعنده متشاط دوري ففرصة كبيرة جدا للولادة الصغارة دي أن هم يلعبوا في المتشاط اللي زي دي عشان يشافوا كويس يعني بتبقى فرصة الواحد بيتنشأ عليها بالنسبة لأننا بتكلم عن الناشئ طبعا أنه يبقى مباراة وأن القناة الأهلي طبعا زايع المباراة فبتبقى فرصة أنه يتشاف والجهاز الأول بالنادي الأهلي طبعا يشوفوا الناس كلها تتعرف عليه طبعا احنا بندلهم التعرف ده قبل كده من خلال استوديوات الناشئين اللي احنا بنعملها بس دي حاجة بقى ملعبوا دلوقتي باسم النادي الأهلي كفرقة كبيرة يعني أعتقد أنهم هأخذوا المباراة بجدية وإن كانت ودية عشان طبعا عين الناس عليهم يتفرجوا عليهم يشوفوهم يتعرفوا عليهم لأن الفترة طبعا حساسة جدا في موسم القيد اللي جاي مين اللي حيبقى موجود مين اللي حيتبصي له ممكن يبقى موجود مع الفرقة كبيرة من اللي ممكن يطلع إعارات وأنا شايف أن يعني 2003 و2004 و2005 دول مش بعيد عن الدرجة الأولى وبيضموا طبعا يعني العيبة إحنا شوفناهم قبل كده وعرفينهم كويس قوي أتمنى أنهم ياخذوا المباراة بجدية ونقدر نطلع بأكتر من واحد إن شاء الله يفيد الفرقة كبيرة في الفترة اللي جاي دكتور رحمة النادي الأهلي هو النادي الوطنية النادي الأهلي دائما أكبر دعم لمؤسسات الدولة على الرأسها طبعا القوات المسلحة طبعا بن بارك ده العيد الثلاثة واربعين للدفاع الجوي أو الثلاثة وخمسين للدفاع الجوي يمكن النادي الأهلي زي ما قلت لك كده هو داعم لكل مؤسسات الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة طبعا خلينا نقول إن المباراة طبعا دي بتبقى إفادة إفادة مهمة جدا للعيبة الموجودين كلهم في قطاع الناشئين في النادي الأهلي برضو النهاردة أنا شايف إن التشكيلة كلها من موليد 2003 أغلبها من موليد 2003 ومدعم بأفضل ثلاث عناصر صعبة في جيل 2005 اللي هو معتز محمد المساك ويزعلوك رأس الحربة وأحمد خالد كباقا اللي هو العيب الارتكاز المميز اللي هو موليد 2005 فالتشكيلة اللي هي نفس الفرقة اللي مع كابتن محمد شرف اللي هي موليد 2003 ومعها تلات عناصر من الجيل بتاع 2005 خلي بالحضة داك إن الجيل دا بتاع 2003 دا مهم جدا لإن دا مفروض إنه هو النواة دلوقتي بتاع الفريق الأول وجيل 2005 أنت بتعمل منتخب مصر دلوقتي حاليا منتخب مصر بيعمل منتخب اللي هو الجيل بتاع 2005 وتم إلغاء دوري 2006 فهيتم أغلب الأندية دلوقتي بتعمل في الفترة الحالية بتعمل خليط ما بين 2005 و2006 فالجيل بتاع 2005 دا أنا بشوفه أهم جيل في كل الأندية المصرية لإن الجيل اللي هيبقى نوال اللي طالع وطبعا مع 2003 دا أول جيل منتخبات الشباب والناشئين بعد الأولمبي اللي بلعب دلوقتي فمهم جدا جيل 2005 دا لو بصنا حتى على التشكيل التشكيل كله أنا شايفه فيه عناصر مميزة كتير كابتن محمد شرف من المدربين في الكطاع اللي بتلعب بتلاتة وراء أغلب المدربين التانين بيلعبوا بأربعة قلت ليس هزالكوا على رسم تشكيلة الملعب فعلا تلاتة أربعة تلاتة أربعة أثنين واحد فهو الكابتن محمد شرف هو الوحيد تقريبا في الكطاع اللي بيلعب به تلاتة وراء يعني كنا هو دي تشكيلته مصطفى مخلوف دا طبعا نحن عارفينه واحد من العناصر الممتازة ونضم للمنتخب الأول في الفترة الأخيرة دي راح تمرين أحضر معهم كذا تمرين مع محمد صلاح طبعا التلاتة المدافعين إبراهيم عبد الحكيم ده المساك موليد 2003 وعبد الجواد عبد الرحمن 2003 ومعطاز محمد معطاز محمد ده نحط عليه دايرة كده ده العيب ممتاز معطاز محمد ده واحد من أحسن المساكين اللي صعدين في قطاع الناشئين في النادي الأهلي وهداف يمكن مسجل سبع أو تمن أهداف السنة دي مع فرية 2005 عنده عملية الزيادة قدامه بيجيب دايما بالهد يعني في الضربات السابتة ده يكون الجماعة رقم خمسة رقم خمسة ده رقم خمسة رقم التي شيرت بتاعه ده ممتاز جدا يعني نيجي بقى للاتنين اللي في وسط الملعب دول التلاتة اللي وراء البكين محمد واقل وإسلام عبد الله دول البكين بتوع فرية 2003 الاتنين اللي ارتكاز أحمد خالد كباكة ده نعمل عليه دايرة مهمة أول لأنه ده مستقبل النادي الأهلي في وسط الملعب واحد من اللعيبة اللي يعنيها حلوة قوي عنده رؤية عنده ملكة في الكرة الثانية وكنا حللناه هنا كزا ماتش يا كابتن محمد مع كابتن محمد كنا دينا له رجل المباراف أكتر من ماتش وحتى هو كمان موليد 2005 ونهى الموسم مع بتوع 2003 مع موليد 2003 مع كابتن محمد شرف أحمد خالد هيكون بيارتات التشيرت رقم 27 رقم 27 نقول رقم التشيرتات عشان الناس لما تتفرج عشان لسه مش حافظ الشكل لسه بالزبط هو صاحب شعره طويل كده معروف بستايل جنبه طبعا ميدو نبيل ميدو نبيل كلنا عارفينه صعد للفريل أول ولعب مع الفريل أول قبل كده هو موليد 2004 الاتنين بقى لعالأطراف الأجنحة عندك ميدو أسامة ميدو أسامة رقم 10 ميدو أسامة العيد ممتاز وعمل موسم كويس في 2003 وكان لي صورة شهيرة قوي مع والدته بعد ما سجل في شباك نادي الزمالك في مباراة ميت عاجبة اللي هو ميدو أسامة الناحية الثانية بقى الوينج اليمين أحمد أشرف أحمد أشرف ده أخه مين أخه محمد أشرف الباكليفت الباكليفت اللي هو بتاع النادي الأهلي اللي هو بديل علي معلول اللي هو بلعب في الفريل الأول أخوه أحمد أشرف فأحمد أشرف بيلعب وينج في فريط 2003 هو مميز برضو بيجيب جوان كتير تقريبا جيب خمس أو ست جوان السنادي في دور الجمهورية 2003 نيجي بقى لله قدام محمد أحمد زعلوك ده المهاجم النادي الأهلي تعاقد معه من ودي ديجلة هو أحمد خالد كباكة بالمناسبة كباكة برضو ديجلة من ضمن الصفقات اللي جات من نادي ودي ديجلة واحد من المهاجمين اللي جايين بقوة هو السنادي لسه أخد فترة مع بالنسجم معنا عندما دخل الكطاع لأنه كان لسه جاي جديد وما كانش عامل فترة إعداد فأخد بتاعة 3-4 مطشات كده ما كانش لسه موفق بس نهى الموسم بشكل كويس وتصعد برضو من اللعيبة اللي تصعدت من فريط 2005 عشان تلعب فين في فريق 2003 مع كابتن محمد شرف مع كابتن محمد شرف طيب كابتن حشيش لفت انتباهي إن في إبراهيم عادل وحسام عادل دول مواليد 2006 تمام يمكن دول اتنين لعبة بس اللي من مواليد 2006 في القايمة كلها سواء أساسي أو احتياطي أولا إخوات إخوات توقم أخوات توقم ودول لهم قصة يمكن نحمد تعرفها من خلال متابعة المباراة في منهم كان بيلعب بكريت وبعد كده طلع لعب إبراهيم وكابتن يمكن سامر حسام كان مدافع وبعد كده لعب مهاجم مع كابتن سامر رأس حربة فهم يعني جواكر الحقيقة وهدفين الفرقة بتاعتهم لعبة كويسة جدا على مستوى كبير ومن أهم حاجة فيهم أو صفة فيهم أنهم بلعبوا بحماس كأن التوقم ده مكتوب عليه أنه لعب بحماس وقوة زي حسام وإبراهيم زي حسام وإبراهيم فمن لعبة كويسة أنا كمان عايز أتكلم على يعني كاباكا من لعبة كويسة قوي وزعلوك لأن دول كانوا معايا في منتخب القاهرة وأدوا أداء كويس جدا يعني من لعبة الكويسين يعني الحقيقة فيهم كذا لعيب ويمكن الناس هتشوفوا تعرف عليهم من خلال المباراة كلهم يعني لعبة كويسة وعادين جدا جدا للفرقة الكبيرة وبالزبط أنتعرف في 2003 دلوقتي في الموسم اللي هو اللي حيبتدي دي الفرقة الكبيرة اللي تحت الفرقة الفرقة الأول اللي هو فريش شباب خلاص لأنه طبعا 2001 خلاص انتهى فأول فرقة بعدها هي 2003 ودائما الفرقة اللي بتبقى تحت الدرقة الأولى هي دايما اللي عليها العين واللي ممكن تبقى يعني أكتر لعبة منها بتبصلها للفرقة الكبيرة طيب الفريد ده يا محمد هل ممكن هو طبعا لسه سامق لوانه الكلام ده يعني احنا بس ايه بنحاول نستعجل شواء اذا نفرح ببطولة جديدة يعني 4-5 ماتشاة كده على قبل 8-7 ان شاء الله ممكن نحتفل بالدورة يا رب بإذن الله ان شاء الله في حال الافوز بالدورة بإذن الله بحد أقصى يوم 8-7 إذا الأهل كسب 5 ماتشات ده في حال ان بيرامدز كسب ماتشاته والأهل محتاج يكسب الخمس ماتشات هلين المجموعة اللي قدام دي اللي النهاردة كل الأهلوية هيتفرجوا عليهم ممكن يتم الاستعانة بيهم في باقي ما يتبقى من مباريات الدوري هو النادي الأهل بيسعى لكده فعلا النادي الأهل بيجهز عمل فرقة من الكطاع بيجهز عشان خاطر ان شاء الله إن شاء الله لما يتم حسم الدوري بعد حسم الدوري يعني ممكن في آخر خمس ماتشات أو آخر أربعة ماتشات من الدوري هيتم التدعيم زي ما عاننا قبل كده ببعض اللعيبة من كطاع النشئين طبعا ده الفريق اللي ممكن اللي ماشي بشكل كويس أو المميز زي ما قلتوا الحدكة احنا علمنا على بعض اللعيبة هم كلهم ممتازين بس في لعيبة أنا بشوفها أن هي ممكن تلعب فريق أول مميزة يعني تحديدا أنت النهاردة واحد زي أحمد خالد كباكة ده واحد في يعني يقدر يلعب فريق أول مستريح مصطفى مخلوف الحارس المرمى ممتاز حارس ممتاز عنده ثقة بيفكرني كده بستايل الشناوي نفس الستايل نفس الطول ورد فعل وإحنا دينا له هنا أكتر من مرة رجل المباراة على مدار الموسم مصطفى اللي جيمت ترسانة مصطفى اللي جيمت ترسانة حتى الدكة الدكة فيها محمد رأفت محمد رأفت ده لعيب ممتاز اللي هو بيلعب في أكتر من مركز بيلعب صنع ألعاب بيلعب جناح يمين بيلعب جناح شمال لعب مهاجم في فترة من الفترات مع كابتن سامر عبد الرحمن فممتاز محمد رأفت ده موليد 2005 برضو فيه عبدالله بستانجي ده المساك الاهتياطي حازم جمال حارس مرمى 2005 برضو موجود ميدو نبيل يحمد كمان وميدو نبيل طبعا ميدو نبيل ميدو نبيل ده محمد عايز أقول لك ميدو نبيل ده يعني أنا متابعه طبعا أنه هو لسه صغير يعني مثلا عنده 10-11 سنة يعني لسه في البراعم في البراعم كان دايما سابق يعني دايما بيلعب مع فرقته مع الفرقة الأكبر منه يعني يمكن لو عملت حصائية ويمكن أحمد بتاع الحصائيات بقى أستاذ حصائيات هتلاقي ميدو نبيل ده أكتر واحد فأجبال النادي الأهلي لعب كم من مباريات لأن حظه أنه هو كان بيلعب زي بقول لك فرقته ويستعينه به من الفرقة الأكبر لأنه هو كان سابق شوية عنده رجل مهاري برغم أن جسمه قلال إنما لعب كويس قوي وشوفناه في كاس الرابطة السنة اللي فاتت خد مباريات ولعب فبرضه نقمده من اللعبة الكويسة يعني أولا من من الدكة هنا ممكن نتكلم عليه نقول من العناصر اللي ممكن الفترة الجاي نركز عليها أكتر ممكن تقول لنا الدكة محمد تاني الدكة طريق حسني 2003 حازم جمال 2005 عبد الله بستنجي 2005 سمير محمد 2003 مصطفى أبو الخير 2004 محمود عبد الله 2005 محمود رقفة 2005 إبراهيم عادل 2006 وحسام عادل 2006 الدكة عندنا التوأم إبراهيم عادل ده واحد من اللعيبة إمكانك كنت في التشكيلة المثالية للقطاع اخترت أحمد خالق كباكة وإبراهيم عادل أحسن اتنين ارتكاز في القطاع عندنا في القطاع إبراهيم عادل ممتاز اللي هو اللعيد ده جوكر اللي هو أخوه حسام بيلعب باكرايت بيلعب ارتكاز عنده برضو الرؤية ممتاز جدا حسام عادل هدف أصلا النادي الأهلي في 2006 كل سنة بياخد هدف دور الجمهورية اللي هو المهاجم الاحتياطي اللي موجود على الدكة دلوقتي موليد 2006 هدف دور الجمهورية هدف دور الجمهورية 2006 ومحمد رأفط أخذ من هدفين دوري 2005 اللي هو في الاحتياطي من هدفين دوري 2005 ولما تصعد في نهاية الموسم لعب مع 2003 بقى من هدفين 2003 برضو في الفترة حتى لتصعد في الأخير 6 متشاد جاب أهداف وصلته أنه تساوى مع هدف فريط 2003 يعني محمد رأفط ده واحد من الناس اللي مقدمه موسم كويس يعني النهاردة غالبا بالنسبة كبيرة هنتفرج علاماتش فيه مواهب وعناصر خلال أيام قليلة أو خلال أشهر قليلة إن شاء الله هنشوفهم في فريط الأول ممكن يبقوا يعني نجوم بيزل الله في الفريط الأول كابتن حشيش لا وكمان يعني بص الفرقة موجود فيها الحداشر اللعيب اللي احنا تكلمنا عليهم واو احنا تتكلم عليهم والدكة كمان فيهم لعيبة كويسة قوي يعني في فرقهم أساسيين وفي منهم الهداف وفي منهم لصانع الألعاب فأنا معرفش مين الحرس المرمى اللي موجود في الدكة في الدكة حزم جمال حزم جمال بوريد الفور ده لأيكون حرس الأحساطي أيوة فعندك ما شاء الله كم كبير جدا جدا يعني والميزة إن هي يعني 2003 أو 2005 أو 2004 يعني أنت عامل خليط من الفرقة كلها ده دليل عن الفرقة كلها طبعا واخد البطولات السنة دي وفيها كم من اللعيبة كويس مش قاصرة على الفرقة اللي تحت بس الدرجة الأولى يعني ودي حاجة كويسة ومبشرة ودي يعني النجاحات دي بصراحة بترجع الخليط بيبو طبعا قطاع الناشئين عامل مسلم كويس أوي كم بطولات كويس أوي والأهم من البطولات لأن نادي الأهلي طول عمره بياخد بطولات على المستوى الناشئين إنما الأهم اللعيبة اللي بتطلع على الدرجة الأولى بالظبط وهو ده فكر النادي الأهلي في المرحلة اللي فاتت أنه يطلع لعيبة للدرجة الأولى مش ياخد بطلقات. وعشان يطور كمان جابت كابتن بدر رجب للطبع. عشان يبقى فيه اضافة اكتر في القطاع الفترة الجيل. ان الفريد اول محتاج انك تطلع منه او تطلع ليه لعيبة كتير من قطاع الناشئين. طبعا ببارك لطبعا لبدر يمكن ما اكلمتوش من ساعة اوه. اممكن قابلته قابلته لا في الاحتفال بتاع التجمع الخامس. انما بدر من الناس اللي لها باع كبير في الموضوع ده. ولو رجعنا بالزاكرة كده يعني سنين طويلة. هتلاقي اللعبة اللي بتلعب دلوقتي يمكن تسعين في المئة منهم. على مستوى مش النادي الاندية كلها. خارجة من تحت ايد بدر رجب. فاحنا فكرة كويسة طبعا مجلس دارة النادي الاهلي. انه دائما بيستقطب المميزين. وخصوصا كمان لما يكون ابن نادي. مش جاء بحد دماء من بر يعني بدر. طبعا كان لعب النادي الاهلي. ومدرب في النادي الاهلي. فحاجة كويسة انه يبقى موجود يعني اكيد. لسه مستمرين مع حضراتكم. عندنا كلام كتير جدا عايزي المباراة الودي ما بين الاهلي والقوات الدفاع الجو. ولسه نتكلم على مفاجآت موجودة في تشكيل فريد النادي الاهلي كل ده ولكن بعد الفاصل. طيب تشكيل قوات الدفاع الجو جنة دلوقتي حالا ويمكن هيكون في حراسة المرمى حسن عبدالعال. خط الظاهر من الميل الشمال احمد كريم. محمد ممدوح. احمد عجوة. احمد حلاوة. وسط الارتكار تلاتة في وسط الملعب. محمود رفعت. ابراهيم حسن احمد جمال. امامهم عاصم محمد. محمد علاء. وفي الهجوم ديمارية. نتفرج النهاردة ونشوف ممكن نشوف ديمارية. استعانوا بديمارية ولا ايه الحكاية. استعانوا بديمارية. طيب فاروق صلاح زمينة ومفض قناة الاهلي موجود حاليا في استاد تلاتين يونيو. استاد الدفاع الجوي. عشان نعرف من خلاله الاجواء وكل الامور المتعلقة بها زي المباراة الودية بين الاهلي. فريق الامل مع فريق القوات الدفاع الجوي. فاروق مساء الخير عليك. فاروق سماني. طيب. يا عبدو اللي لسه فاروق مش جاهز معنا من استاد تلاتين يونيو. ولكن كابتل حاشيش عايز اتكلم على نقطة مهمة جدا. النهاردة بنتكلم في سبعتاشر ستة. والدوري المفروض بإذن الله هيستأنف ويعود من جديد من يوم اتنين وعشرين ستة. يا عبدو نتكلم في خمس سيام ان شاء الله. من اتنين وعشرين ستة لتمانية سبعة الاهلي هيلعب خمس مباريات حاسمة في الدوري العام. ايه اللي ممكن يتعامل في الفترة اللي جاية من اجل بقى غلق صفحة الفوز بالبطولة الافريقية للتركيز في الدوري لحسم المسابقة بدري. لان كل ما تحسم المسابقة بدري. كل ما هتستعد للموسم اللي جاي بشكل افضل. هو طبعا يعني مطلوب الفترة اللي جاي انك المباريات طبعا اكيد هتبقى فيها جدية كاملة جدا لان لسه بطولة الدوري. وان كانت قريبة. بس لم تحسم لغاية النهاردة. فلازم فيه ماتشاط تبقى بجدية. وطبعا من غير ما نستنى طبعا نتائج اللي هو المراكز اللي بعدين على طول. عشان دي هتدي فرصة للعيبة انها هتريح. تريح فترة كويسة. فكل ما هتحسم بدري هتدي فرصة للجهاز ان هو ممكن نلعب بالصف الثاني. او بالناس اللي هنتفرج عليهم النهاردة دولت. هيبقوا بقى غالبية التشكيل الاساسي. واللي هيبقى الثاني لازم بعد مجهود كبير جدا جدا تاخد قسط كافي من الراحة عشان تبدأ. لان للأسف كل سنة او كل موسم بيجي بيبقى اصعب من اللي جاي. ده اللي جاي هيبقى انتحار. انتحار. شو بقى كم البطولات. وكم التحديات لان انت رايح على الموسم الجديد. وانت بطل في كل ان شاء الله يعني في كل البطولات. فدي بتزود العبء وتزود طبعا الضغط العصو على اللعيبة. فلازم اللعيبة تاخد قسط من الراحة. فعشان كده لازم ان شاء الله كل ما نحسن بدري يبقى احسن يعني. اكيد. طيب. نروح تاني مرة تانية لاستاذ الدفاع الجوي مع عزميننا فاروق صلاح. مساء الخير يا فاروق. برحب بك زميل العزيزة محمد سعيد. وبرحب بكابتن مصر الكابتن محمد حشيش. وبرحب طبعا بي الدكتور احمد سابت. رسمنا على القلب واجه الوطن نخيلا ونيلا وشعبا اصيلة. وصناق يا مصر طول الزمان ليبقى شبابك جيلا فجيلا. على كل ارض تركنا علامة. قلاعا من النور تحمي القرامة. بكلمات النشيد الوطني لقوات المسلحة المصرية. الكلمات اللي صاغ ابيتها. الشاعر المصري العظيم فاروق جودة. ولحانها الموسيقار العظيم كمال الطويل. بنستهل يومنا ويوم القوات الدفاع الجوي. والاحتفال بالعيدة الثالث والخمسون لقوات الدفاع الجوي. اليوم اللي ابتدى بالممر الشرف اللي اقاموا فريق القوات الدفاع الجوي لفريق للنادي الاهلي. تكريما للنادي الاهلي وحصوله على الاميرة السمراء والبطولة الافريقية رقم 11. وسط اجواء بيسودها التنظيم والدقة. الامور اللي دايما معتادة في كل من ينتمي لمنظومة الدولة المصرية. او بالتحديد القوات المسلحة المصرية. مشهد مهم جدا. والدور للدور الوطني للنادي الاهلي والدور المؤسسة يا محمد. النادي الاهلي يكون شريك في هذا يعني الاحتفال بالعيد الخاص به قوات الدفاع الجوي. النادي الاهلي ودوره الوطني والذي لا تجزأ جزء لا تجزأ من هذا الوطن. طبعا عايز اقولك كواليس كتير جدا يا محمد خاصة بهذا اليوم. طبعا هيكون يتقدم الحضور لليوم سيادة الفريق محمد حجازي عبد الموجود قائد قوات الدفاع الجوي. ايضا الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي. النادي الاهلي طبعا النهاردة محمد بيشارك بفريق الامل. الفريق اللي بيضم عناصر من فريق 2003-2005-2006. طبعا وجود الكابتن خالد دبيبو رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. كابتن وليد سليمان نائب رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. كابتن بدري رجب المدير الفن القطاع الناشئين في النادي الآلي والكبن أحمد ده ناجي المشرف العام على حراس المرمى في قطاع النشئين بالنادي الآلي زي محمد ما اتكلمت على التشكيل طبعا ونستعرض التشكيل سريعا هيكون مصطفى مخلوف في حراس المرمى ثلاثة في خط الدفاع محتز محمد ده بالمناسبة 2005 واحد من المستقبل للنادي الآلي إن شاء الله في خط الدفاع إبراهيم عبد الحكيم وعبد الجواد عبد الرحمن قدامهم في نص الملعب إسلام عبد الله وأحمد خالد قباقة ومحمد وقل قدامهم مسلس مكون من ميدو أسامة ميدو نبيل أحمد أشرف خلف رأس الحرب الوحيد محمد زعلوك عايز أقولك سيناريو اليوم النهاردة محمد انطلاق المباراة عاقب انتهاء المباراة إن شاء الله هيكون في تكريم للفريق الفائز بحصول على كأس أزي المباراة أمور وأجواء هنا أكثر من رائعة وزي ما قلنا محمد دور النادي الآلي وفريق الأمل اللي بيتم تجهيزه فيه للنادي الآلي والعمل على أن يكون فريق إن شاء الله يكون مستقبل للنادي الآلي طبعا أنا من داخل أستاذ الجيش طبعا محمد أو أستاذ 30 يونيو أو أستاذ الدفاع الجوي أنا موجود معاك محمد لو فيه أي استفسار أو أي تساءل المباراة تنطلق الساعة الخامسة بتأكيد يا فاروق والبرنامج الاحتفالية النهاردة هل فيه برنامج معين ولا انطلاق المباراة خمسة بين الشوتين هتبقى استراحة بعد المباراة في احتفالية يعني البرنامج عندك لو فيه تفاصيل يعني خلينا أقول لك برنامج اليوم محمد ابتدى بالممر الشرفي اللي أقامه لعبي أو فريق قوات الدفاع الجوي لفريق النادي الآلي طبعا تكريما للنادي الآلي وحصوله على دور أبطال أفريقيا للمرة 11 انطلاق المباراة يكون في تمام الساعة الخامسة ثم طبعا يكون فترة يعني استراحة ما بين الشوتين لمدة 15 ردية عقب نهاية اللقاء هيتم تكريم الفريق الفائز والحاصل على كأس هذه المباراة وأيضا هيكون تم تكريم الفريق الخاسر في هذه المباراة تقدر طول يا محمد وسط أجواء يعني أجواء مميزة جدا وأجواء بيسودها التنظيم والدقة والارتياح اللي احنا شايفينه ولمسينه في وجوه الجميع نتمنى إن شاء الله مباراة ممتعة الجميع يستمتع بها عبر شاشة قناة النادي الآلي بإذن الله طيب في حال انتهاء أعزا أقوله أنه فيش خاسر في المباراة ما فيش خاسر أعمل كلهم يعني الناس بتشارك طبعا في احتفالية كبيرة زي دي بس عايزة أسألك في حد من الجهاز الفريق الأول موجود لا يا كابتن محمد يعني خلينا أقولك هيدير اللقاء النهاردة والكابتن محمد شرف المدير الفني الفريق الالفين وثلاثة في النادي الآلي طبعا هيكون معا المدرب العام الكابتن أحمد عبدالزاهر والكابتن خالد عثمان مدرب حراس المرمى حتى الآن يعني مش موجود أي حد أو مش هيكون موجود حد من الفريق الأول سواء من الجهاز الفني أو من لعب الفريق الأول وزيما حضرتك عارف طبعا الكابتن محمد الحنفي هو من يدير هذه المباراة تحكميا هيعاونه في هذه المباراة أحمد لطفي ومحمد صلاح العيدي وسامير عبيد طيب فاروق سؤال أخير طبعا الكابتن الحشيش قال ما فيش خاسر أكيد في المباراة ولكن في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي أو حتى الإيجابي هلا يبقى فيه وقت إضافي هلا هيتم الاحتكام لرقلات الجزاء أو رقلات الترجيح من منطقة الجزاء ولا هيبقى الوضع إيه في حالة انتهاء المباراة بالتعادل السلبي أو التعادل الجابي أي أن كان للتعادل يا محمد هيتم الاحتكام سريعا إلى رقلات الترجيح الترجيح لتحديد الفائز وزيما قال الكابتن محمد حشيش ما فيش خاسر في هذه المباراة إن شاء الله المباراة زيما قلنا تكون في إطار الروح الرياضية تعكس مدى يعني العلاقة الوطيضة جدا اللي بتربط ما بين النادي الأهلي والدولة المصرية ممثلة في قواتنا المسلحة المصرية أكيد أكيد دور مهم جدا وده دور وواجب علينا بالتأكيد كلنا لازم يكون مشاركين في أي دور وطني وفي أي دور مجتمعي خاصة لما يكون الأمر متعلق بقواتنا المسلحة شكرا لك فاروق وكل التوفيق ليج بإذن الله وإن شاء الله نستمتع بهذه المباراة وهذه الاحتفالية في العيدة 53 لقوات الدفاع الجو طيب دكتور أحمد عايز أرجع لجزئية مهمة جدا فاروقا بتكلم على فريق الأمن وإن الفريق ده ممكن الفترة اللي جاي يتم الاستعانة به الموسم اللي جاي فالنهاردة بنتكلم في 17-6 موسم صعب جدا بنتكلم في كاس السوبر الإفريقي بنتكلم في السوبر ليج دور السوبر الإفريقي دوري أبطال إفريقيا مع الوضع في الاعتبار إن منتخب مصر عنده تصفيات كاس عالم وعنده كاس أمم إفريقيا في الكودفور ما ده بيودينا لإيه؟ إن ان شاء الله مهم جدا أن انت تحسم الدوري بدري ليه؟ عشان تلحق تاخد راحة لأن ما فيش فترة راحة في تلاحم مواسم خلاص يعني باين إن في تلاحم مواسم لأن انت أصلاع عشان تخلص الدوري هيبها 30 سبعة ده يعني مستحيل الدوري يخلص غير في آخر مبدأيا آه مبدأيا ده لسه كاس مصر ده لسه كاس مصر وعندك السوبر الأفريقي آني فيهم اللي فات عالدوري الجديد وعندك في شهر 12 مع الوضع وعندك دور السوبر الأفريقي في شهر 10 من 20 عشر spun Fukui كل دي فترة فانت عندك وبداية الدور الجديد فانت عندك تلاحهم مواسم خلاص غير كاس الأمم الأفريقية المنتخب مصر في يناير فانت مهم ان انت تحسم الدورة لو استعرضنا حتى مطشاط النادي الأهلي الفترة ديت عندك هنبدأ بيوم الخميس مع حرز الحدود ساعة تسعة ونص اتنين وعشرين ستة اتنين وعشرين ستة وبعد كده الحد خمسة وعشرين ستة مع منتخب السويس ده هيبقى في كاس مصر السورة دي معنا أتقل صح؟ يا ريت لو نستعرض الصورة دي معنا عشان فيها ترتيب جدوى المباراة الأهلي البداية من الخميس المقبل لغاية آخر مباراة تم يعني ادراجها من لجنة الأندية أو ربطة الأندية بعد كده عندنا الخميس تسعة وعشرين يونيو مع البنك الأهلي الساعة تسعة ونص وبعد كده الحد اتنين يوليو مع فيوتشر تمانية ونص وبعد كده الساعة تمانية ونص يعني بعد كده الأربع خمسة يوليو مع الإسماعيلي الساعة تمانية ونص قضمنا على الشاشة اه قضمنا الأرض وبعد كده السبت 8 يوليو مع الاتحاد السكندري بتتكلم في الست ماتشاط لغاية يوم 8 يوليو منهم خمس ماتشاط في الدورة وماتش في الكاس الخمس مباراة الدورة دي إذا بيرامدز يكسب ماتشاطه إنت تكسب الخمسة دول مش هتستنى الماتشاط اللي بعدها تاخد الدورة ومهم جدا عشان تقدر أن أنت في آخر خمس ماتشاط تحاول تريح رغم أن آخر خمس ماتشاط هيبقى فيهم الزمالك وفيهم بيرامدز فطبعا برضو هتبقى فيها مباراة خاصة لوحدها بس أكيد هيبقى فيها جزء كبير على الأقل اللعبة الأساسية اللي هي بتلعب باستمرار زي علي معلول زي محمد عبد المنام زي حسين الشحات زي حمدي فاتحي مثلا زي القوام الأساسي القوام الأساسي زي ديانج الناس اللي هي بتلعب باستمرار ما خدتش فترة راحة هتحتاج أن أنت تريح وبتلعب محلي وبتلعب منتخب مصر وبتلعب دول فمهم أن هم ياخدوا راحة فأنت مهم أن أنت مهم في المتش ده تجهيز فريق الأمل تجهيز العناصر اللي أنت شايف أن هم ممكن يلعبوا فريق أول في الفترة القريبة يعني عندك في حراسة المرمة مصطفى شبير ومصطفى مخلوف وفي حمز علاء مع المنتخب اللومبي دلوطس وفي حمز علاء مع المنتخب اللومبي تلاتة دلوقتي مع مين؟ مع اللي لطفي والشناوي في مركز المساك عندك دلوقتي زي ما احنا ماشيين محمد عبد المنم ياسر إبراهيم رامي ربيعة محمود متولي ومعهم طالع واحد زي معتز محمد مساك ممتاز وبرضو في إبراهيم عبد الحكيم برضو واحد عمل مسم ممتاز وفيه عبد الجواب عبد الرحمن برضو مساك كويس عندك في الباكليفت بتبدأ بتدور على باكليفت مثلا عندك إسلام عبد الله عندك محمد أشرف متواجد يقدر يحل محله عندك في حتة الوقت كولر بقى بلعب بايه تلاتة فسط الملعب فانت محتاج دايما تزود حتة اللعبة الوسط الملعب يعني عندك ديانجو والسلية وحمدي فاتحي وهيخش مثلا معهم مين دلوقتي تبدأ تجهزوا أحمد خالد كباكو مهم جدا ان احنا نشوفه في المباراة النهاردة وفي المباراة الأخيرة في الدوري ميدو نبيل كذلك ميدو نبيل مهم ان هو برضو ياخد فرصة وما ننساش أحمد نبيل كوكو طبعا أحمد نبيل كوكو مع المنتخب الأولمبي مسافرين هم في البطولة عندك برضو على مستوى الأطراف ميدو أسامة لعيب ممتاز عندك أحمد أشرف عندك إبراهيم عادل في وسط الملعب اللي هو موجودة على الدكة وعندك محمد رأفط فالناس دي مهم ان هي تتجهز وتاخد فرص بحيث ان هي انت في آخر أربع مطشاط حتى في آخر الموسم تقدر تقيم أنا مثلا عندي لعيف زي أحمد خالد كباكو ممتاز هل أديله فترة أعرف نادي ولا أخليه كامل مع الفريل أول بديل ومن خلال المطشاط دي برضو بتقدر تسوى اللي عيب هو اللي هيحكم على القصة دي أو هو اللي هيبقى يعني أساس في الموضوع ده على حسب ظهوره بقى بمستوى كويس ويتشاف كويس وكده هو اللي هيجبر بس كابتا محمد ممكن برضو ياخد حتى لو هو قدم هذا مميز ممكن يطلع عارة 6 شهور ممكن يطلع عارة زي ما عملنا مع محمد عبد المنعم محمد عبد المنعم كنا هنا بنتكلم عليه على طول برضو في السيديوهات الناشئين ان احنا ايه ان محمد عبد المنعم مساك كويس بس لما طلع ولعب في فيوتشار واخد اعارة هي معنى الاعارة برضو ان هو بيكتسب خبرات لان اللعب في النادي الاهلي ليه مواصفات معينة وبيلعب في نفس المستوى صح وبياخد فرصة اكبر نسبة مشاركة كبيرة جدا جدا احتكال قوي جدا يخليه يقدر يرجع يرجع بشكل كويس وبعد ان يحمد هتجيب اماكن منين بقى محمد يعني في اماكن محددة للقيد يعني صح لان برضو اللعب في مستوى الشباب اللي هو الجيل الفين وثلاثة غير اللعب في الممتاز طبعا لعب في الممتاز انت لما بتروح اندية مثلا زي فيوتشار زي زي لا اي نادي يعني في الممتاز الاتحاد اي الاندية الموجودة في الممتاز بتلعب دوري ممتاز بتحتكب تكتسب خبرات بتحتكب مدرسة تانية بتشوف مدارس تانية بتقدر تتحمل الضغط الجماهير لان ممكن لعيب بيلعب في نادي وينتقل للنادي الاهلي ما ينجحش صحيح بان مش اي لعيب يستحمل الضغط والتشيرت بتاع النادي الاهلي وده شفناه في تجارب كتير طبعا ومش شرط وانا بقول برضو ان قطاع الناشئين بتاع النادي الاهلي في الفترة الاخيرة قطاع ممتاز ناجح انت بص على مباراة نهاية دورة ابطال افريقيا مين اللي كان نجم المباراة في الزهاب كان مصطفى شوبيت ده خارج من اين خارج من قطاع الناشئين مباراة العودة مين كان نجم المباراة العودة محمد عبد المنعم اللي سجل الهدف محمد عبد المنعم ده خارج من اين من قطاع الناشئين من قطاع الناشئين اذا ان قطاع الناشئين في النادي الاهلي بيطلع مواهب فانت برضو عندك فرص وعلى فكرة برضو لما بيجيب صفقات مش شرط يا جماعة كل الصفقات اللي تجيبها تنجح ومش شرط كل الناشئين اللي أنا مطلعهم تنجح لا أكيد في كل حتة بيبقى فيه خمسة ستة أنت شايفهم موهوبين بيطلعوا سواء هنا أو هنا بالزبط عايز برضو أكد على حاجة مهمة جدا دكتور أحمد يمكن فتح فيها مجال الحديث ويمكن دي عايزة استوديوهات وعايزة حلقات النجاح يا جماعة مش مرتبط بس بالفلوس والنجاح مش مرتبط بس بأن أنت اشتريت كام لعب أحدهم بيتكلم مثلا قالك اديني مليار ونظرك سببطولات زي الأهلي لأ ما أنت عندك أكتر من نص مليار وبتخسر وبتطلع من دور المجموعات وفرق بتوصل مع الأهلي في الفاينال ما بتصرفش اللي انت بتصرفه فالنجاح مش مرتبط بفلوس انت هل ممكن المليار اللي يبقى معاك ده يبقى تقييم لك أنك تنجح زيك زي الأهلي اطلاقا ملاش علاقة لأن الفكر هنا مش بالفلوس الفكر من يدير هذه الأموال للصرف على قطاع الناشئين والصرف على الفريق الأول ميزانية الوداد ميزانية التراجي ميزانية الرجاء لو جمعتهم مع بعض هتبقى أقل من ميزانية تاني وتالت وربع الدولة مصر ومع ذلك بتلاقيهم دايما في السيمي فاينال وفي الفاينال مين مع النادي الأهلي فالقصة مش قصة فلوس قصة قصة إدارة صح يا كابتن؟ هي يعني أي حاجة في الدنيا عرفناها كده ودرسناها وعرفناها بالخبرة العملية أي نجاح في الدنيا هو أساسه إدارة لا هو إمكانيات ولا هو أي حاجة ولا فنيات بس هو خليط من العناصر دي كلها النادي الأهلي مؤسسة كبيرة تاريخ إدارة على مر العصور مش هنقول إيه جات إدارة بالصدفة لأ الإدارة الموجودة دي امتداد لإدارات ومبادئ محطوطة في النادي الأهلي شعبية جارفة التزام مبادئ يعني كل دي شعارات النادي الأهلي دي شعارات النادي الأهلي ومش شعارات عالفادي دي حاجة علمية وحاجات بتتحقق على ما هي ملوسة بالتحيق على الأرض الواقع يعني احنا الناس بتضحك اليومين اللي فاتوا يوم ما خدنا البطولة الأفريقية بالليل فبيقولوا الـ 12 يا أهلي فعلا ده مش هي دي تفكير الإدارة تفكير الجمهور تفكير اللعيبة تفكير الناس ما لسه مخلصين الفرقة تقول لك يعني خدنا بطلتين السنة دي بقى بطولات بقى ونريح ونعمل لا ما فيش كلام من ده ترس شغال ومكانة شغالة البطولة في البطولة في البطولة وماشي كده يعني بشكل معين وبتصميم معين لا ينتهي حتى يعني لو الأشخاص راحت فالنادي الأهلي هو اللي باقي هيطلع والنادي الأهلي طول عمره كمان بيعمل أحمد كوادر كوادر بتكمل كوادر إدارية وكوادر فنية أو مدربين ده حتى بيعمل كوادر يعني موظفين المهمات أو عمال المهمات بيعمل كوادر النادي الأهلي ما بيسيبش صغيرة ولا كبيرة إلا بيعملها هو ده سر نجاح النادي الأهلي قصة قصة فلوس يا دكتور أحمد لو قصة فلوس هقول لها حدقة دي هدي لحدقة مثال طبعا مع الاحترام الكامل فريق بيرامدس كان جالوا من سنتين فترة كان معهم مديات أعلى من النادي الأهلي مئة مرة وعملوا وجابوا صفقات وجابوا صفقات أعلى من النادي الأهلي يعني أخذوا مننا عبدالله السعيد مثلا وخذوا رمضان صبحي وفي الآخر إيه ما جابوش بطولات ليه ما جابوش بطولات ليه لأن هم معندهم شراكة مواحدة الجماهير عليت جماهير النادي الأهلي والشعبية دي النادي الأهلي عليته وجماهيره مختلفة عن أي جماهير في الوطن العربي أنت النهاردة الجماهير بتطلبك الشغل في النادي الأهلي أصلا ضغط تحت ضغط. طبعا. اي حد بيشتغل في النادي الاهلي بيعمل في المنظومة. عارف. مضغوط. بتمشي. بيقول لك مضغوط. النهاردة احنا عايزين الاتناشر. خلاصوا الحداشر عايزين اللي. عايزين لها فيلوم دستا. دي عقلية مستحيلة لها اصلا في نادي تاني. على فكرة. احنا خدنا العشرة الاول قال لك ايه? التسعة. التسعة. والعشرة. والحداشر. قال لك لا عايزين لها فيلوم دستا. الحاجة التانية الادارة. الادارة الشطرة. الادارة اللي جايبها السنة دي عاملة موسم تاريخي. جايبها السنة دي اتنين وعشرين بطولة. في الاربع العاب الكبرى. اللي هما القدم. واليد. والسلة والطائرة. النادي الاهلي واخد في القدم مثلا. اربع بطولات. حتى الان. حتى الان. ولسه الدور ان شاء الله. ولسه الكاس. اربع بطولات. في اليد. انا معانا الاحصائية لو نستعرضها سريعا. في اليد انت واخد خمس بطولات ده طبعا مقارنة ما بين النادي الاهلي و النادي الزى مالك بماственный اكس الإعراء منافس يعني النادي الاهلي واخد في اليد خمس بطولات اخت دوري رجال كاس مصر رجال الصبر الافريكي رجال دوري سيدات كاس مصر سيدات النادي الزامالك واخد مثلا سبر مصري واخد كاس الكؤوس الافريقية واخد بطولتين قدامنا الاحسائي على الشاشة ايه فانت بتكلم ده في اليد خمسة اتنين انت في القدم اربعة صفر في القدم اربعة صفر اللي世界 دوري. اه. تمام? بواستك التسعة سفر. في البواستك التسعة سفر. البواستك انتهاح اخط كاس مصري الجال دور مرتبط رجال. دور السوبر رجال. دور عبطال افريقيا للاسلة. سوبر مصري سيدات. كاس مصري سيدات. دور مرتبط سيدات. دور السوبر. دور منطقة ايه? القاهرة. بهذا في això خش ا车ي على الطائرة. اربعة 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 متعدلين اربعة اربعة. فانت لما تجمع يعني انت بتتكلم Old cada bird 4-0 اليد 5-2 السلة 9-0 والطيرة أربعة أربعة. لما تجمعهم دول الأربعة الكبار. بعيداً بقى عن كرة المياه. رغم أن النادي الأهلي مثلاً في كرة المياه بطل الدوري. بعيداً عن الهوكي. لكن الأربعة الكبار اللي هو القدم. اليد السلة الطيرة. النادي الأهلي واخد 22 بطولة مقابل 6 لنادي الزمال. نحن نتنسى الطاولة كمان. مش هنتكلم عن العرب الفردي. مش هنخلص. مش هنخلص. هل نخش على السودي وجاي بقى. تنسى الطاولة لسه حقاً بطولة الدوري. وحتى في أفريقيا متواجدين. وفي بطولة العربية دائماً مواجدين. يعني الإنجازات كلها على فكرة جماعة. مش مرتبطة بس بالفلوس. الفكرة في الإدارة في المقام الأول. لأن أنا باخد بالي جداً من فكرة البطولة الإفريقية للكرة القدم تحديدة. تبص على ميزانية الرجاء. وتبص على ميزانية الترجي. وتبص على ميزانية الوداد. ميزانيات أقل بكتير جداً من فرق بتصرف في الدوري المصري حتى في منتصف الجدول. صحيح. مش عالف المركز المتقدمة. ومع ذلك بيتلاقيهم موجودين في النهائيات. يا إما سيم الفاينال يا إما فاينال. فالقصة مش مرتبطة بفلوس خالص. أنت عارف أبو حميد كمان. يعني معلش حاجة فرعية. بس أنا عايز أقول للناس برضو. أكيد فيه ناس تنتمي للنادي الأهلي برضو من ناحية الاجتماعية. يعني المجلس الإدارة ماشي في الشق التاني كمان. يعني مش مركز على الألعاب الرياضية وسائب الأعضاء أو الجامعة العمومية. ده لسه في فرع نازل الأهلي. فرع رابع. تبتتكلم على الفرع الأخير ده حاجة وتكملة زايد والفرع الجديد اللي كلنا حضرناه. وكلنا كنا مفتخرين بحاجة جمدة زي دي. أنت مش بتعمل فرع زي بعض الأندية بتعمل فروع كده صغير بأسمه عمل فرع يعني. عشان تقدر تجيب عضويات أو تجيب إرادات. لأ ده حاجة متكلفة مليار ونص يعني مش حاجة سهلة عبء كبير جدا على مجلس الإدارة ونفزه في رقم قياسي. ولسه زي ما بيدوره على ال 12 يا أهلي من دوره على الفرع اللي بعد كده كمان للنادي الآن. أولا قبل الفرع اللي جايي. والاستاذ بقى. والاستاذ. يعني بص كم ما شاء الله الإنجازات للمجلس الإدارة ده. كم إنجازات في الاتجاهات كلها وشركة الكورة وش عايزين يعني نخش بقى في الموضع دي. حاجة تانية يا جماعة أخدوا بالكم لما تبصوا على الاتحاد الدولي لكورة اليد. الاتحاد الدولي لكورة القدم. الاتحاد الدولي لكورة السلة. الأهلي هو النادي الوحيد في العالم اللي بيشارك في تلاتة بطولات كأس عالم في مختلف الألعاب الأهلي عايش شارك في كأس العالم لكرة اليد في السعودية الأهلي عايش شارك في كأس العالم لكرة القدم في السعودية الأهلي عايش شارك في كأس العالم لكرة اليد أو للأندية لكرة السلة في أعتقد سنغافورة في أسيا فتبصوا كده على تاريخ النادي الأهلي السنادي تحديدا هيلائي أن النادي الأهلي هو النادي العربي والإفريقي بل هو الوحيد على مستوى العالم اللي بيشارك في كأس عالم للأندية على مستوى ثلاث لعبات كبيرة جدا كرة القدم كرة اليد وكرة السلة حاجة أخيرة عايزة أقولها برضو ودي من أهم برضو الحاجات اللي الناد الأهلي بيساهم فيها في تدعيم بقى مصر كلها إن الناد الأهلي لعبته في جميع الألعاب خاصة مشترك في المنتخبات يعني 80% النسبة 80% لعبت أهلي في جميع الألعاب الرياضية احنا لو بصنا على المنتخب الأول واحد تسعة لعبة لو شلت بس منهم أليو ديانج وبيرسي تاو ومعلول وكريستو كمان فأنت تتكلم فما يقرب مش منتخب ده منتخب باحتياطي كمان ليه 13 لاعب بص على المنتخب الأولمبي حمزة علاء الحارس الأساسي للمنتخب الأولمبي موجود النهاردة في المغرب مع منتخب الأولمبي أحمد نبيل كوكا محمد أشرف عدد كبير جدا من اللعيبة فأنت على المستوى الفني كنادي مش بتلعب على البطولات بس ده انت كمان بتدي يعني لعيبة زخيرة حية لكل المنتخبات منتخب أول منتخب الأولمبي منتخب شباب منتخب ناشئين فروع مختلفة الملاعب اللي موجودة في الفروع دي بتبقى فرصة للمنتخبات لو عايز تمرن فيه في مدينة نصر فيه في الشيخ زايد فيه في فراء التجمع وكمان بتتكلم على بنية تحتية بنية تحتية ممتازة عايز تتكلم مثلا على ملاعب تيرتان مش نجيل طبيعي هتلاقي كل ده موجود في النادي الأهلي صلاة مغطرة يعني بصراحة يعني برضو النادي الأهلي مهودة تدعيم للدولة كمان لما النادي الأهلي يعمل فرع زي الشيخ زايدة وما بيخدمش يعني بس بخص النادي الأهلي لأنه فيه أعضاء تانية كمان ما بينتموش النادي الأهلي إنما أعضاء في النادي الأهلي في أماكن زي التجمع ممكن ما يكونش فيه عندها النادي الأهلي بيوفر مكان للناس كلها يعني بيخدم مصر كلها مش بيخدم بس الأهلوية أكيد أكيد بكرة بإذن الله كمان الفريء الأول لكرة القدم بالنادي الألة يختتم الأجازة والراحة السلباني كما نحى مرس الكولر للعبين عاقب الفوز بالبطولة الإفريقية والفوز على الوداد في نهائي دور أبطال إفريقيا وابتداء من يوم الحد إن شاء الله يبدأ الفريء استأنف تدريباته استعدادا لمواجهة حرص الحدود يوم الخميس المقبل هذه المباراة على فكرة مؤجلة من الدور الأول وبإذن الله يقدر النادي الأهل ينتصر فيها ويقرب بشكل كويس جدا للفترة اللي جاية تبقى فرصة جمال للجهاز الفني ياخد كل المجموعة اللي كانت بتشارك مع المنتخب الأول في مجموعة على فكرة خرجت من معسكر المنتخب خدت راحة مش هتبقى موجودة في مباراة جنوب السودان غدا وفي مجموعة أخرى ميكملة مع معسكر منتخبنا الوطن لكن في مجموعة تانية موجودة في منتخب الأوليمبي في المغرب دي مستمرة هناك إن شاء الله نتمنى لهم التوفيق والوصول إلى النهائي لأن بطولة إفريقيا تحت 23 سنة اللي هتقام في المغرب دي بطولة مؤهلة لأولمبياد باريس فنتمنى يا رب بإذن الله يكون منتخبنا من الثلاثة الأول طبعاً احنا حاملين اللقب يا كابتن حشيش فنتمنى يعني إذا لم يوفقوا في الفوز بالبطولة بس على الأقل يكونوا وصيف أو حتى على الأقل تالث يا دكتور أحمد عشان يضمنوا التأهل ما يستمش فرصة الملحق مع فريم من أسي طبعاً ده مهم جداً لأن ده بيفرق كتير أولاً منتخب مصر الأولمبي يعني أو منتخب مصر الألفين مواريد ألفين وواحد مهم جداً أن أنت دلوقتي مع المدير الفني البرازيلي أن أنت تصعد أو أن أنت مهم أن أنت تبقى في المركز التالي احنا عندنا إخفاءات كتير بصراحة على مستوى المنتخبات فنتمنى ألفين وستة مثلاً ما حقوش أي نجاح خالص ألفين وثلاثة الموسم اللي فات الموسم مش كويس للمنتخبات عظومة المصرية نهائي يعني بصراحة مش مثلاً في منتخب بس لا ده في كل المنتخبات كان فيه إخفاقات نتمنى نتمنى مصر لا تستهلش كده يعني صح ألفين وواحد دي مهمة أن أنت السن ده لأن ده خلاص ده السن ألفين وواحد دول اتنين وعشرين ثلاثة عشرين سنة بالزبط فأنت بتتكلم في العيد فريق أول يعني ده نواة المنتخب الأول بتاعنا أن خلاص ده تطعيم الأول بتاع منتخب الأول من المنتخب مصر إحنا لو بصناش أو ما خدناش بنا نقولوا لأ انتصارات الأهلي في الفترة الأخيرة يعني الأهلي وصل فايلة من ألفين وسبعة عشر من ألفين تلاتة وعشرين سبعة يعني سبعة نهايات وصل ست مرات صح في الست مرات انت فصت بتولة أفريقيا تلات مرات تيجي بقى تبص وتحط التتويجات دي على جنب تشوف على مستوى الكورة إيه اللي تحقق تاني ما تلاقيش حاجة عشان كده أنا بقول إيه يعني المنتخب بص الفاينل لازم تتحدو الكورة بعد جواب شكرا لنادي الأهلي صح لأنه هو اللي فرح الناس وبصراحة الناس مع النادي الأهلي بتنسى أي حاجة تاني فلسه منهم ها بتشوف الناس أهو قدامنا الممر الشرفي حاجة محترمة قوات الدفاع فريق قوات الدفاع الجوي للاعبة النادي الأهلي طبعا وما نهارده الفريق يمثل الدرجة الأولى يعني فمر شرفي محترم جدا وكيد هنشوف في الدوري الفترة اللي جاية لفتة جميلة أبو حميد لفتة جميلة الولادة الصغيرين لما آه ما شاركوش في بطولة إفريقيا بس لما يحسوا أن الفريق الأول محقق إنجاز طيب زي ده وهو بيتم تكريبهم لأنهما بيمثلوا النادي الأهلي شرط النادي الأهلي وممر شرفي حاجة احنا متعودين يعني مهم جدا زي ما بنقول دوري الأهلي دايما في دعم مؤسسات الدولة حاجة مهمة والنهارده مشاركة النادي الأهلي ده دعم حاجة مهمة جدا لكل مؤسسات الدولة على رأسها الكوات المسلحة طبعا في احتفالات الدفاع الجوي طبعا في احتفالات طيب بسرعة نروح لدكتور علاء متولي معلق المباراة ونقل حي لهذه المباراة ما بين فريق النادي الأهلي وفريق قوات الدفاع الجوي في احتفالية تلاتة وخمسين بعيد قوات الدفاع الجوي تفضل يا دكتور علاء إليك الكلمة